كتب الإسلامية عايز أن نبر على كلمة اسمها الفتنة الطائفية هذه الكلمة جريمة كل شخص يقول فتنة طائفية هو إنسان مجرم في حق المسيحيين ليه؟ الفتنة الطائفية معناها طائفة قصات طائفة بيتطاحنوا مع بعض بيضربوا في بعض بيموتوا في بعض فتنة طائفية أنه في مجموعتين متكافئتين عددا وقوة فبالتالي انت خايف أنه يتطاحنوا مع بعض خجلانين يقولوا الحقيقة في مصر أن الاضطهاد واقع على الأقباط الأقباط اللي بيقتلوا بيزبحوا بيهجروا بتحرق كنائسهم كنائسهم وبيضطهدوا في كل مناح الحياة وبعد كده يقول لك فتنة طائفية يا إخي جلو هذه ليست اسمها فتنة طائفية هذا اضطهاد واقع على مجموعة أنت شايفهم أقل منك عددا وقوة ليس أكثر من ذلك شكرا